واطلع النائب الفني للمحافظة المهندس مفيد منعم البلداوي رفقة المهندس محمد كريم البلداوي والنائب نازك مهدي غريب على سير عملية تقديم الخدمة للراقدين في مستشفى الدجيل الثوارئ والولادة وقدم مدير المستشفى الصيدلاني سرم الدرزوقي محمد شرحا مفصلا عن الواقع الخدمي وأكيدا أن عملية المعالجة وتقديم الخدمات الصحية لأبناء الدجيل تسير بواتيرة عالية المستوى النائب الفني للمحافظة شدد على أن حياة المواطنين أمانة ثمينة في أعناق الجميع وأن على جميع العمل جهدا على حمايتها مؤكدا أن حكومة المحافظة المحلية أخذت على حاتقها العمل للارتقاء بواقع الخدمات في المحافظة وفي جميع المجالات